أسعد الله أوقاتكم إنها المرحلة الانتقالية بين عهدين حدهما أقفال صناديق الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية بفوز دونالد ترامب وختامها المنتظر في 20 كنون الثاني المقبل عندما يتسلم مهامه خلفا لجو بايدن وإن كانت الانتخابات الأمريكية قد صرفت الأنظار لبعض الوقت عن قضايا الأمن والسلم الدوليين فإن الأيام المقبلة ستكون حفيلة بالسيناريوهات التي تحاكي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي يمكن أن يعتمدها الرئيس العائد إلى البيت الأبيض بعد عطلة قصرية لأربعة أعوام على هذه الخلفيات تتعدد القراءات المحتملة لما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من تطورات تختلط فيها الأمنيات بخفض التصعيد إن صحت التعهدات الدولية أو استمرار مسلسل بحور الدم الجاري على مساحة لبنان وكل ذلك يجري في وقت يتكهن فيه البعض عن أهمية الأيام الخمسة والسبعين المتبقية من عهد بايدن وسط العديد من الأسئلة عما يمكنه أن يقوم به من مبادرات تنقذه مما أصابه من فشل في أكثر من أزمة دولية ومنها الحرب في المنطقة إلى هذه المستجدات التي لا يمكن أن يتجاوزها أحد عند احتساب يومياتنا لابد أن نتناول في حلقة الليلة مع الوزير السابق رجيديب هذه التطورات وما يمكن أن تقودنا إليه يوميات الحرب ولنسأل هل أحيت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحلم اللبناني برئيس للجمهورية وما الذي يحول دون انتخابه هل سيحظى لبنان مع الرئيس دونالد ترامب بالحل الكامل متى حضر على جدول أعماله لنوافع عائلية عائلية وشخصية أهلا وسهلا فيك مع الوزير أهلا فيك المشاهدين والمستمعين مستمعين مع الوزير دائما عندي هيك لازمة بعد ما رحب بالضيف بقل له لماذا وصلنا إلى ما نحن عليه وهل كان خيار الحرب حتميا قضاء أم قضاء وقضاء لا قرار الحرب كان متفرد والمستوى اللبناني كان غير شارعي لأنه ما أخذته الحكومة وموافع عليه مجلس نواب وبغياب رئيس الجمهورية أخذوا حزب الله لحاله هلا إذا هم تسألني إذا كان حتمي بتحليل عنهم بحلل يعني بس هيدا أرار أخذوه أنا بقول بالنسبة لألي بغض النظر إذا كان يعني شو مسببات أخذ هالأرار كان أرار كارثي يعني نكبوي على لبنان على الطائفة الشعية وعلى حزب الله بغض النظر عن الأسباب يلي هو ما له حق يتفرد بهيك قرار ولا ممكن يعني خاصة مش إنه دفاعا هجوما واعتبر إنه فيه يعملوا إنه هو بيكون شيف دوركيسر إنه دافي يزيد إسرائيل بتزير بنقص ما كان حاسب هالموضوع سبع أيار شو رح يعمل بإسرائيل قدي لح يخضى ويحولها من دولة الفنتشر كابيتل والتكنولوجيا لكل الشركات اللي كلوا لهجها اللي مهمة بالأمريكا إلى عوضة إلى إسرائيل الخطر الوجودي واستغوالها واستفراسها متل ما كانت الـ 48 ومشان هيك الخطأ هو بها الجسامي هايدي والسعر الضاهز اللي عم ندفعه نقدر اليوم اليوم عم بيطالبوا كل واحد عم بينتقن هذه الحرب إنه العدو الإسرائيلي عم بيدمر ونسيه من كان السبب إلى أي درجة يعني نشوف هم بيستعملوا الأول المفرطة الأول المفرطة يلي هي كمان استعملت بغزة ويلي استعملت قبل 2006 بلبنان كمان تدمير بالضاحية وبعض الأمور يعني كمان شفتني وهيدا كمان فيك تشوف بأوكرانيا عناظر المدن الأوكرانية ماريو بول وغيرها وغيراتها اللي شفتنيها بأول حرب مش إنه هلا بأول حرب بدون عم تتدمر ملايين في عشر ملايين نازح من أوكرانيا طيب وكيف واحد بيفوت بحرب من هنه هو يعتبر إنه هاي حرب في عملها ريقلاج إنه بيعلي صوت بيوطي مش بنتبه مش بنتبه لهوين فت يعني اليوم بارح في جاء واخرنا معه يعني نعم بارح في جاءني أحد الأحصاءات يلي صدرت نصار مدمر بلبنان 320 كم مربع مسيحة غزة دمرت بلبنان بشهر ما دمر في غزة بسنة هي الحرب بلبنان أقصى يعني عسكريا طيب هلأ كلنا ملتهيين بالانتخابات الأمريكية يوم يومين قبل ما نغوص قبل ما نغوص بهال بهالملف برأي الوزير روجيدي إلى متى سيبقى الخيار أو هذا السباق القائم بين الخيارات العسكرية والديبلوماسية لأنه بنا نغوص نحن وياك شواء نقرأ نتائج الانتخابات الأمريكية ونشوف شو قلنا حظوز مع ترامب وشو كذ قلنا مع بعيد شوف أنا بالنسبة لقلي الخيارات العسكرية ما حدا في لبنان إلو علاقة فيها الأرار اثنين يعني أرار إيراني إسرائيلي وعيام سيدنا صلى الله كان إله هو أهمية اليوم ما بعرف يعني بالإيادي الموجودة بعدما التغييرات كان فيه هامش لبناني وقال كان فيه أكيد حتى قريت أنا بالصحف عهفتين أمريكيتين جديتين شغل اللي عاملوا انفيستيكيتيف ريبورتر يعني هذول مخصصين بالاستعلام مثلا يلي عملوا ووتورجايت الصحفية اثنين المشهورين هوا انفيستيكيتيف ريبورتر يعني ريبورتر بيحققوا بيفوتوا مثل البوليس يعني بالموضوع وكتب بيهالجاريتان انه قرار الحرب بلبنان اخدوا سيد نصر الله وإيران منا موافقة وقالت له منا موافقة او العكس بلغوا الامريكان ارف هذي نظر اللي تعكز تماما مشان هيك انا حفظتها عندي بالصوت بصوته وفي نيروك تايمز عم بيحكي والأتلانتك يعني مؤسسات عالمية كتير مهمة ما بينشروا من دون اللهم انه العمل الصحافي يكون العمل الاستقصائي عندهم الوامرات صحيح مش دروري يكون انه بس من وجهة النظر الامريكية بالباك تشانلز بالقنوات الخلفية والايراني يتصلوا وقالوا يعني انه ثلاثة اربع قنوات بيتصلوا ببعضهم وين وقد بدوا ان يحكوا بهالمواضيع وقالوا انه نحن ما كنا وهلأ شوفينا نساعد لخلطة نخليها يعني ما تتطور اكتر لحن نساعد وبتتذكر لدى ايجا كمان المرحم الوزير عبداللهيان كم مرة ايجا على البنان وكم مرة كان الجو انه ما تتطوروها وما تكبروها كتير بس هولا عم تحكي عنهم ممكن بس هولا عم تحكي عنهم كانوا عقروا خطة وحدة الساحات يعني اتهى موحماس بالتفرد اوكي بقرار منفرد هل يمكن الناس اليوم نعرف لاش شو عمل يحيى السنوار شوف اذا كان نظرية صحيحة بيفوت بيفوت يعني انا بدي احكي من الاشياء المعلومة هيدا تحليل من مصادر جدية مشان هيك سمحت لنفسي وذكرت شو هي المصادر وكيف صارت وقال لها ما بقول انا حكي لا لا ما تفصيل اللهم عنا نوعا ما مصادر جدية ما بقول اثباتات مصادر جدية وقت صار سبع ايار كمان ايران تتصل بالامريكيين وبيقولوا ما معنا خبر السيد نصر الله بيعمل تصريح كما يقول ما معنا خبر والامريكيين بايدن بيعمل تصريح نبو الايران ما معنا خبر سبعات شرين سبعات شرين ايه طلعت معك سبع ايار ايه بنضلنا سبع ايار اصلا دعونا بالسبعات بش رح يبقى تاريخ عك العالمية بتصدر لازم نكتب لازم نكتبه ف بتمانة بعد ما قالوا نحنا ما قالنا علاقة بيفوت السيد نصر الله بيها الحرب كمان هيدا تساؤل يعني انه بيبعثوا ورا هنية بيقولوا نحنا منساعد ولكن ما منحارب معك نحنا سلاح بس نحنا الايرانيين ما منفوض بلها بنحمل مسئولية نحنا مسئوليتنا اننا نساعدكم لانكم طلبتم منها بس انو نحارب عنكم ما منحارب فكل هاللغط هيدا يلي عم نسمعه عم نشوفه عم بيبلش نوعا ما يعطي الدافي فوضى في هالقرارات بمواضيع الحرب والسلم عم تتاخذ بالشرق الاوسط بمحظات عبس هيدا خطورة كبيرة صح وعندما تضعف الدول وبتروح تشوف بالسودان كمان جيش والتاني الميليش جيش لك وان صارو يعني اذا لم تعود الدول هي التي تقرر من ضمن مؤسساتها بصير العم نشوفه هلا وهذا خطر بلش تصير خطر عالمي يعني لبنان اليوم اذا فيه شوية همي لا يساعدوه لانه اصبح خطر حرب اقليمية وبجوز تدخل امريكي ضد ايران تدخل روسي مع ايران يعني فيه خطورة تتعدى الساحة المحلية انطلاقة من هيدا كله يعني انا بقول انه هالفوضى بعدها بعدها مش واضحة يعني احنا وصلنا هون عم نقول مين بياخد الاراء العسكري اليوم لنحكي بالمبادرة الدبلوميسية ما بعرف ماني اكيد شايف استراتيجية عسكرية اللي ألوى الايرانية وقت اجا وزير خارجي الهون انه بنا نصعد لحتى نقدر على بالميدان نحق تحسين لشروط اذا بنا نتفاوض رجع الايراني قال يعني اعلن سياسي وزير خارجي وقالي باف من فرنسا اعلن انه نحنا منفاوض عن طريق الفرنسوية مع اسرائيل لحتى نتوسط استعدين استعدين مستعدين هلا عم نقرأ عم نشوف انه الشيخ نعيم عم بيعمل وعم بيحكي وكأنه عم بيحكي هو باسم انه مين بيقرر كان القرار لبناني ونرجع نلاقي الرئيس برري فوضه ولكن هل هالتفويد مظبوط او بهو مثل معالم بير يعني فوضنا وهو يحمل راية المقاومة الرئيس برري ما وقفل عم نشوفه يعني ياللي قاله لديفيد ايجنيتشوز بالواشنغتون بوست ياللي رجع حكي انه انا بدي اخد اموال وعمل صندوق انا اترقصه لاعمار الجنوب لحتى اتلافها الفساد انه ما يكون فيها در وبيدي امره مع الدول العربية يعني عم بيحكي ما بعد الحرب بالموضوع الديبلوماسي مين بيقرر انه قفلنا الحرب رئيس برري والرئيس مياتي ما بتصور دون بعد العملية منا واضحة برأي انا اذا بدي زيل هالهمول طبعا نتنياهو مؤرر كبير يعني شفنا انه ما سمع لرئيس جمهورية امريكا ما قول تغير هلا بس عم نحكي عن اللي شفنا بس ليس سألنا عحد بلبنان مين عم بيفاوض وشو عم بيفاوض قبل ما نفسر قبل كل شي انه عم تفاوض انت بيعرف انه هيدا بلد ما في رئيس جمهورية ورئيس مجلس لا يوجد حق يفاوض دستوريا يعني ما تقول لي ولو من مون ورئيس بالربيبون قلت لك ايه بس يلي عم بيفاوض عارف انه انت مما كان يتعام هالاتفاق بعدين انه انت ما لك حق تفاوض انه ما لك حق تنضي كيف بدي فاوض بس مرأ ما رأيت يعني بقصة مش معي مع هوكستين انا معي ما بتمرق بهيك امور يعني رئيس مياتي اذا هو قائم مقام رئيس الجمهورية حسب الدستور مش هو يعني الحكومي كلها مفروض هو يفاوض مفروض تمرق هذه المفاوضات بس اقل لك قبل انا ما اخدت قرار حردا مش زيد على الغموض كيف انت منك اخذ قرار وعم بس انا مش مقرر وتروح تفاوض مشاناك وقعد شوية لورا المفاوضة وترك للرئيس بري لانه حسب الله فوض الرئيس بري ما فوض الحكومة اللبنانية فبهالقصة هايدي كمان عندك غموض وفوضة ضاربة ومنرجع بعدين بس اسرائيل مثلا تعمل تخطف حدم بسوريا وعملوا انزال كبير بضيعة مش من زمان واخدوا اخدوا عالم ومزلوا انزال لان البار في انزال ببركز البعوث هل سمعنا هل سمعنا مثلا الايرانية او حزب الله يقولوا وين الجيش سوري مأثر كيف بفوتوا لعنده لا بس انه الجيش لبناني منحكي جربلاش اللبناني ستشير حدا نعطاه خبر هو عنده امكانات انه شط يعملوا كله سوا وليونيفيل سألتوا الالمان قالوا ما شفنا شي سألون شأنهم ما سألون كل هايدي هالفوضى كيف بدك تلاقي حل يا جورج وعندك رئيس خالص مدته بامريكا كمان ما هدا التوقيت الجهنمي يعني معروف انه الله ساعدنا معروف انه ناتنياهو قرناص الفرص الزهبية الله ساعدنا في محل ناتنياهو المطرح ما بيجعن ومسكنا نحن مطرح ما بيجعن بتلاقي ناتنياهو بيقرر لوحده حكومته وبينيه وبيشير حكومته ياخي بابا يتنفس لما يجبع حكومته نحن عنا مين بيقرر الدولة حزب الله إيران ده ما بعرف ما بعرف فمن المنطلق بأي مفاوضة عنا مشكل وطبع نحكي ابعط اي اعملنا انتي وصار بينا الضمان من 2006 2004 2003 مش موجود 17 سلو كذبة كبيرة طيب انه اذا بدوا ينفذوا لما نفذوا لأسباب لبنانية وانا ضد انه يتنفذ بالقوة للـ 15 59 ولس 11 01 لول 2003 هذا قرار بدنا تاخدوا الطائفة الشيعية تقول انه نحن السلاح جربناه مثل كل الطواقف الاخرى والقاينة انه افضل نرجع عالدولية لأي ما بدنا يتنفذ بالقوة ولا الجيش يفوت فيها الجيش عنده مهمة كتير كبيرة قبل ما يفوت 17 01 وغيرها انه يحمي امن المناطق والنازحين الامن الداخلي اللي كلنا ما فينا نعيش هناك في حرب وحرب ولا بلش لهو ولا الدولة عند الجيش ولا الدولة لا في وقفة ولا في سيطر عليا بقرار سياسي انه يطبق القرارات بس هون عنده تكليف الكل اللي يطلب فيه بدنا نحن لتطبيق 1701 يصير وضع الجيش انه هون انه الكل انت دكتور جاهز يقول شو ما صار بحكي زابط المخابرات وبيحكي لكل العالم يصير ذات الشي بجنوب لحتى الجيش يقدر ينفس هالقرار ساعة اللي بيجي القرار لانه مسؤولية اكيد مسؤولية الجيش خدتكون اعظب واكبر بعد الحرب في ضبط ساحة داخلية بدك تضبطها بدك تضبط موجود لبعد الحرب لانه اليوم عم يدير الجيش الوزير مش كل الناس بتنتبه انه احنا في لبنان في خمس مناطق عسكرية بعد جنوب مناطق عسكرية بعد مناطق عسكرية عندك بترابوس وزيد وزيد على الغموض والفوضى عند قائد جيش تخلص مدتو بعد شهرين ثلاثة عشرة كنون تاني وعم نحارب عرب دروس طويل عريضة لم نعرف مين قرارها لم نعرف مين في وقفها ما منعرف الاليات اذا عنا قدراتها او ما عنا قدراتها فكلو هالواضح بيخليني خلق الواضح خلق الواضح بعد ما التهينا يومين بالانتخابات الامريكيينو في جو انه مصير هذه الحرب مرتبط مع انه سقطت كل المعنى يعني بلعرف اي استحقاق صدنا من العطي اهمية تشوف في شي في شي اليوم بنية رهان على دونالد ترامب وسرب الرئيس بر مبارح وبعض الاطراف هذا الكتاب اللي اتعهد فيه سيسعى بيقدر برأيك ترامب هلأ يلعب طالب انا هناك رئيس اخر في البيت الابيض حتى عشرين كنونتاني الرهان على دور ترامب اليوم ما بني او عم نلخل الناس سوف هلأ فيه بامريكا يعني ترانزيشن تيم يعني جمع 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 75 يوم الرئيس الحالي رئيس الحالي ما بقى ياخد مبادرات كبيرة بلا ما وفاق رئيس المنتخب في شي بيلزم او اصلا عرف المطرح ما بيقدر ياخد داي بسموها تويلايت زون يعني الفترة قبل ما ينبزغ النهار وعندما يصبح ضاومة في شمس التويلايت زون ومعنى شوية تعطمي شوية هذا الانتظار ومعروف بامريكا انه اسمه التويلايت زون هذا شو في عمي شو بيمرو الرئيس اصلا مدو يعفي عن حدا بدون يمرقولون شي قانون بالكونجرس مثلا ترامب ما بيمشي فيه والحزبين راضيان عليه بيمرقوه يعني مثل عنا بلبنان التجنيس بيمرقو بها التويلايت زون عارفت ما كتير نحسو بحسبات هلأ لانه في شي عادي يبني على اليوم بالعلاقة السيئة بين الرئيس بايدن وبن يمين نتانياه وانت بتعرف وانا بعرف انه هادي قصة في كيميا مفؤولة بين الرجلين من سنة 2015 وقت كان جو بايدن نائب رئيس أوباما وقت الاتفاق نووي من وقته نتانياه وقعل الحرب على بايدن وحيسبه بوقته بحزيران 2015 قبل توقيع اتفاق النووي ومن برح تحديه بقلب الكونجرس شوف يعني هذي العلاقة كانت كتير سيئة بين بين نتانياه وبيدن حتى نقل عن المسؤولين الامريكيين قال لهم للمسؤولين ببساطة قال لهم انتبهوا عم نلعب مع واحد مجنون اخوت من آل نتانياه بايدن بالنسبة لامريكا الحقيقة اللي عم بيدير تدفي بالموضوع السياسي هو رئيس أوباما وبيقولوا هلأ المحللين المهمين من اليمين الوسط واش المضطرف انه احد اسباب سقوط هاريس هو الدور لعبه أوباما باخر ثلاثة اسابيع يعني ما بخبرك الداف لانه أوباما عنده مشكلة كبيرة مع نتانياه المشكلة مش مع بايدن المشكلة بين أوباما ونتانياه وخافه واتحش أوباما هو اللي غير طلع بايدن هو اللي مشي بهاريس هو اللي نزل شي عشر مرات تراح وعمل خطة مرة هو مرتو 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 مرشحين انه بدل الهاريس ايه لانه مش اللي اوباما اهم تحضر حالة لوقت لوقت مشان هيك برأيه ما نسلت كتير هالمرة ما بده تروح او حس في خسارة ما بده تحض حالة عاملة المينموم بس هو لا اوباما كتير كان طاحش والمشكل كان هون بين الديمقراطيين وبين الاحد كبير يعني ناخبين اليهود واليسار طبعا الحزب الديمقراطي انه هيدول مجموعة اوباما وبتعريف اوباما لا نختصرها شو هلأ فإذا رأيي انه بهالفترة هيده سميتها تويلايت دون تسمى بامريكا ما تنزر شي مهم كله تفنس وحكي تاني شي شو بيصير بلبنان ما قلوا عليها بلبنان كيف هي كيف لح تكون العلاقة بين ترامب وإيران بدك طلع على طلع حتى منضيع بالبراماتر يعني الرئيس بري والرئيس مياطي الشيخ نعيم ضيع وقتك وشو اسمه جلنت وده في مسلس اسمه ناتنياهو ترامب وإيران كائنا من كان بيحكي باسم إيران لأنه كمان إيران فيها أكتر من طيار هل الرئيس ترامب لح يبشر مثل ما يجلوز بده ناتنياهو بعقوبات أكبر وأكثر يعني اللي شالها بايدن يحطها ويتقل عليها هل لح يتجاوب مع الانفتاح الكبير اللي عم بينه إيران حتى تجاه ترامب هلأ بهالكاميون ويجرب يشوف إذا بيقدر بدون هالضغط العادي يقدر يعمل شي لح نشوف هيدا اللي لازم نطلع عليه وهيدا تحديدا يلي بيأثر على مجرية الحرب يعني إذا بيقدروا يعملوا اتفاق مثلس وبعدين معه السعودي بشكل من الأشكال خطوط عريضة حول ثلاث أشياء ترسم لك مستقبل المرحلة اللي عم تقول أنت هلأ ثلاث أشياء أولا حربية غزة ولبنان وكل واحدة مختلفة عن تانية أنا أكيد مبروطون ثانية واحدة الاتفاق النووي عم نحكي خطوط عريضة يعني المشروع والثالث واحدة المنطقة فيما بعد السلح ماذا بأزرع إيران ماذا بإذنك الاتفاق النووي ما نبحث بمواضيع المنطقة ما قبلوا الإيرانية أبدا أبدا وأنا مأكد لها دايما أنه عم نطعطها بالملف نووي بالملف ما بنفتع غيره يعني الرهينات بنية عتفاهم سعود إيراني بقرم نقطعها مبين شي يعني عندك حضر شوي لعي الجولة بحكي عنه بما يخص المنطقة اتفاق بكين بين السعودية وإيران اللي بيحكي عن كمان بنوت تاني منه أنه ممنوع حدا منه يتدخل بأي بلد آخر نحن متفقين فانتلاقا من هون أنا بتطلع على هالمسلس لحتى نضيع بالوحول اللبنانية والتفاصيل يلي مين يلي عم بيتفاوضوا بيمون على الأرار من كل انت شايفهم عم بيتفاوضوا باسم لبنان بأي بأي شكل من الأشكال أنت هلأ يعني لأول مرة يمكن رئيس أمريكي يمكن لهيك بنية بعض الأوهام على انتخاب ترامب لأول مرة بتاريخ الانتخابات الأمريكية بيجي رئيس أمريكي عند الجالي اللبنانية بيعطيهم كتب وبيتعهد بوقف طلق النار عم بيحسب لا يا رئيس نبي بري هلأ عم بأكد أنه في كتاب وقعه الرئيس هو كان مع هاريس الرئيس يحسب ترامب هلأ لأنه عم بخبرنا هلأ أنه العرب واللبناني انتخبوا ترامب هو عم بخبرك بس لو ما مصبوط تحبوس ومش لها السبب لغير السبب كلنا نتبعين لأنه الجاليات العربية واللبناني كانوا عم بيقولوا لا ترامب لهاريس لا في سبب بين ثلاثة كبار ويطلع اليوم كمان مقالات تحليلية مهمة بهالموضوع بس ما عم بأعرف بلننفوط بس ما حجم صوت العربي أو صوت اللي مهم أخذ يتاريس 48% وترامب 42% كان ياخد بديك الانتخابات ترامب حوال 25% لا 27% المرة أخذ أكتر بكتير ترامب مطرح ما في صوت الإسلامي المال اللبناني أو العربي يعني مثل نحكي مسعد بولوس هيا ولية عم تحكي مشيجن تعديدة ليش مشيجن نحكي على الصوت العربي بقهايو في لبنانية أنا عشت بقهايو شخصيا يعني وابني الكبير خليب كنت أبو ضايف بقهايو بقهايو في لبنانية أكتر ما في مشيجن كان عمي وقرايب بيانكستان وهايو في من سنين وسنين يعني عنا كنيسة مارمارون بكليفلند يعني بالقليل المناسبة قبل ما أنسى هلأ كنيسة مارمارون بيانكستان وهايو هلأ وزعين فيلم نائب ترامب عم بيصلي بالكنيسة اللبنانية نائب ترامب مرته الهندية من كيرالا كيرالا كاتوليك في جزء يعني في كنيسة فيها خمسة عشر مليون وكنيسة تانية خمسة مليون وفي إلا نائنون بطاركي وأنا مغدى ببكركي مع بترك كيرالا يلي هو شو بدي أقوله هو مورني يعني نحن منحب ليه لأنه هوا تابعين يلي عملون مسيحية سين تومام مرتومام وهن يتبعوا كانوا للكنيسة الانطقية مثل المورني مثل روم الأرثوذوكس مثل لأنه تابعين عندهم هالعويات صار فيه كاتوليك يعني صار فيه هالأفينيتي بينهم بين المورني شاركوا بذلك كنيسة ذلك كان من ترامب عندنا حدا وكان مع فانس عندنا حدا هالمره كنت خير الله بس لا نرجع فائزا على موضوعنا على موضوعنا نحن كنت أنا عم جيوب على سؤالك أنه بهالفترة أما يروح بايدن ما حكينا بعد جورج عن إذا شو ترامب ما جيئه ممكن يأثر أو ما يأثر على لبنان بس بهالفترة هاي أنا ما برأي لازم نتوقع إشي مهمة إشي مهمة تصير بهالفترة ما نيشايف هيك لها الأسباب اللي هم بإلاك إياها ولي ما عرفت بأمريكا شو بيصير هيك أوقات إلا إذا ترامب موفع علي صار بيصير غير مضوع لا فيه فيه كلامنا مسعد بولوس وبعض اللبنانيين اللي كانوا إلى جانب هذه المعركة حكيونا بتفاصيل دقيقة يعني وكانوا عم يتحدثوا بثقة مفرطة شو كأنه يعني ترامب عارف أنه رايح أنا على البيت الأبيض وعب وزعوا أدوار هلا قبل شوية كان فيه مشروع للتشكيل الحكومية فيه لبنانيين بالدور الاستشاري إلى جانبه يعني لأنه مسعد بولوس كان واضح اللي منتهفوا أنه نحنا مرهن كتير إذا بدوا تكلف الصهر رئيس ترامب بقى كان واضح مسعد بولوس أنه الصهر كوشنار اعتزل العمل السياسي مرته قرر تصير ست بيت يبدو ابنه يلي بدو يشتغل هلا بنت الصغيرة وهلا جاية صابقة وبنت بعد شارك ما نشوف الله وعلا بس اليوم بالنسبة لهالقصة هذه هذا كتاب وكان في قبله كتاب مبعث للرئيس من اثنين كونجرسمنية لبنانية بعتبروا أنا أهم من هيدا يعني بعتبروا بنعرف نحنا ما قالوا نمي كان هيدا هيدا المكتوب بيعملوا إذا بدك لوقت الانتخابات فيني خلي يبعتلي مكتوب إلي أو إلك وصيرها مئة مرة ما لزم هالقصة مش ظاهرة جديدة مكلاه يا زلمي بعدين بهالكتاب عم نعطي حاجة نبني رهينات على حكاة أدمننا يعني نحنا نتأمل وضعنا تعبين نعم بهالكتاب ما قروا كلهم بسطوا إنه شو قال ترامب بهالكتاب إزاي قال لهم سأصنع السلام كلمة السلام ما قلمة بكل شي نكتب يعني اللي عم بيحكي عنه ترامب ما رح يجي يلعب لعبي صغيري بده عبيه رأسه مثل ما عمل الابرامس أكور بده يعمل السلام بالمنطقة إن شاء الله لنشوف شو بس إذا عم يحكي بالدولتان معتها في شي ما حكي حكي السلام ما حكي بالدولتان هو ما بيحكي لا هلأ ما سمعت أنا إنه حكي بالدولتان خلينا رح هو عنده الابرامس أكور اللي هو موديل مش بالدولتان بس السعودي كان بالإطار زيته عم يلعب اللعبة السعودي هلأ بعد اللي صار صار حاطت شرط مشروع الدولتان سمن 45 ألف شهيد 140 130 ألف جريح 20-30 ألف مفقود مع الوزير 200 ألف فلسطيني بين معوق ووحد صحيح من أصل مليونين عشرة بالمية ونرجع بكرة نروح نستثمر بما جرى بغزة وبلبناء بكرة بالملف إنه هو غير مطرح وما تقوله الشعب الفلسطيني ما إلك ولا أي حق من حوك متصور هالصورة أنت شوف أنا عندك أنية عنه ما بتركب غير الصورة أول شي خلينا نترحم كل يلي يلي ميته وندعي إلى كل يلي ينصابه أنه الله يخدم برأفته أنه فينا ما فينا ما نحكي بهذا بهذا الترجاديا الإنسانية الكبيرة لألك أنا شخصيا بيعتبر أنه هذه الحرب أعادت القضية الفلسطينية إلى على الساحة على الساحة على الساحة العالمية حربنا نحنا ماشي حربنا حربنا يعني كنا يتيمة ما أعتبرين أنه لدي وحدة من أسباب جوزي خليت سيد حسن يفوت بهذا الحرب أنه أنه عنده ردع ردع إقليمي يعني هو فيه تركال لأنه فيه ردع بين إيران وإسرائيل تبين أنه ما فيه ردع إقليمي فيه خطر أنه فيه صوريخ إقليمية يعني تروح على بعضهم القضية يه 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 لي دع ما تأخذني يعني أهم من حرب حماس بالنسبة للقضية الفلسطينية إلى وقع أكبر وأهم خاصة أنه ولا أول مرة السعودية عم بتقوضى هي مثل ما الملك عبد الله قاد اتفاق السلامي أو ترح مبادرة البيوت والأرض مقابل السلام وبيقول لك أنا أكثر من هيك أمريكا وقت إيجا جورج بوش يا البي يا الابن ريتا بحدنا عم بيكتب البيوغرافية طبعا كان الملك عبد الله صار ملك وكانوا بيبعث له مكتوب عن القضية الفلسطينية وبيقول يلي عم بيكتب هالكتاب أنه أمريكا نخض الرئيس الجديد مثل المنتخب يعني كان بكتاب الملك عبد الله وبيقول أنه السعودية في أمريكا بالنسبة للشراء الأوسط بيخترسوا في دولتين إسرائيل والمملكة العربية السعودية يعني عندها تقل مهم جدا للنفط للسلاح لكل هالأمور هايدي لذلك وقت تتحرك السعودية أنا بعطيها وزن وبعطيها أهمية والسعودية عم تحكي مع إيران يعني وفيها حتى الإيراني نفسه حكي من مواضيع رئيسي جديد ووزيخة جيته لذلك من هون في شوية أمل برأيي على هالمستوى للقضية الفلسطينية النتائية هلأ في عندك أنت ثلاث أنواع من الاتفاقات السلامية اللي صاروا عندك الهدنة الهدنة اللي صارت بين كل الدول بعد 48 عندك 67 ما فيه شيء ما طلل انتهت بلا وقف وقف الهزيمة 73 73 دول صار فيه اتفاق السلام 73 صارت الحرب 77 كان ديفيد ونمضى الاتفاق السلام يعني أربع سنين أخذت مفاوضات بشانيك يسمحوا الله يعني اللي عم بيحكوا اليوم النقطة مصر وإسرائيل وأمريكا معهم بلانتان كلمتهم وغيره وقت كارتر أربع سنين وكانت حرب عساكر مهمة جدا والجيش المصري هز إسرائيل بقوة لو متدخل أمريكا مثل اليوم كان ما منعرف شو صار وقت قطعوا الكنان وفاجأوا إسرائيل هالمفاجأة الكبيرة بسوريا صار فيه نوع من اتفاق هدني ما صار فيه سلام لأن الرئيس الأسد ما كان بده أو ما نعرض عليه شيء يخليه يعطي اتفاق سلام تاني اللي صار من بعده اتفاق أبرهامس واتفاق تطبيع اللي مش بس فيه أسلو بينهتهم كيف عم تقرأ في عندي عم قولت نوع من سلامة أسلو صار بالنسبة للفلسطيني وصار اتفاق أسلو معك قبل اتفاق أسلو اتفاق أسلو خلي تعبين رابين أتل كذا انتفاضة وبعده الرئيس عرفات طيب كذا انتفاضة ما كان فيه شيء يعني كان اعتبر بإسرائيل أنه هيدا كان عرفات يقول أنه فوطوني على فلسطيني لو شو ما كان بمضي هيك كان يقول له يتأخر محمود عباس لا يمضي على أسلو والتاني خليل اللي كانوا عم يفاوضوا من الأبن الفلسطيني يقول له حاش تأخر محمود عباس مضي محمود عباس مضي في اتفاق أباس يوسي بلين كان وزير الداخلية مفاوض من الأبن أنا ما بهمني شو مكتوب فوق بهمني أن ارجع على أرض فلسطين ارجع على غزي وراح أغزي يعني كان عنده هو هيدا الانتصار عودة منظم التحرير منظم التحرير إلى أرض فلسطينية وبعدهم نشوف نحن وياهون نرب كفوف ومشاكل وحجار وليهن من ناحية الإسرائيلية ما كانوا هيدا اليمين اللي حاكم اليوم ما بيعتبر هال منطقة ضفة الغربية الفلسطينية بيعتبرها ألو هون كيف بدوا يمشوا يهودا والسامر شو سميها ها سميه يهودا والسامرة اه يهودا والسامر جداء سامري بيعتبروا واقلون لون كنتفق أصله كان بدوا لو ضل ربين طيب كان يقدر قدم شوي بس قتلوا ربين اللي قتلوا عربية بين عارفين ليش قتلوا يعني الزخم يلي عملوا راح صح والتاني مال ما بدونه وبالنسبة للفلسطينية اتفاق كتير في مشاكل وخبار ومأخذوا أمن لا لو حتى العرب نكلوا فيهم كان الاصل وضحية العرب أكتر من أصل يلي سمض أبرام زكور وأبرام زكور مش بس بين الإمارات وفيت البحرين وزموعة دول فيت المغرب وفيت السودان دول عم نحكي والقطري سبقوا كلهم بس ما في شي راسم ماشي دونك بدك تطلع انت بها الموديلات يلي صارت بتشوف يلي قدري حقق عسكريا ان السادات والأسد البي قدروا حققوا أجبروا إسرائيل على مصر على سلام كامل وأخذ زيارة الإدس ما تنسوا السادات راح على الإدس لأخذ السلام صح لتشوف شو صعوبة الموضوع في هذا موديل يعني بالجيش ديش دولة إسرائيل اعتبرت أنه في خطر والله برد أراضي لأخذ سلام وهيك صار بين الأسد وسوريا ما كانها لأدي الخطر على إسرائيل ولا ما قدر ما قدر الجيش السوري لو ما جيش العراقي ما استرجع ولا الرئيس الأسد بده يعمل يعني لا يروح على الإدس ولا ما بيقدر يعبدها فإذا هذا موديل والتاني الموديل اللي قدر عنده ترامب هو معد العرب ويلي كان له ربط بالموضوع الفلسطيني أخذوا شي بالنسبة للضفة الغربية أنه تقريبا بيوقفوا الاستطان بيخففوا بيغيروا في شي فلسطيني بس بلد فلسطيني وهذا مش مقبول أنه أنه أنت ما فيك تعمل اتفاعة لأصل الفلسطيني الفلسطيني ياسع عرفت حارب خمسين سنة بيونظام التحرير لا يقول أنا بمثل الوهيد للشعب الفلسطيني تأخذ شرعية الاعتراف يعمل بيونظام التحرير إلى سفارة بيوشط مكتب اللي عم بقوله بأننا ننطلق نحنا من الواقع اللي صار واللي عاش يعني أصله الطفل اللي قولي ده ميت نوعا ما حل الدولتين اللي غير فورميليات عم ينبحث في أمل بعد اليوم بعد اللي صار بحل الدولتين لأنه وقع أنت بهالنظريتان لأ قرار سياسي كبير لأنه جو بايدل إذا بترجع لابرنامج وسنة العشرين دولتين خطوة من مرة أربع سنين ما عملنا شيء ما في حدا يعمل شيء بالوقت الحاضر ترامب بيجوز بس قدك قبل حل الدولتين يتطلب تجرب إسرائيلية شو بيقولوا إنه هل المنطقة اللي نحن عطيناها الإدارة الزيتية قدرت تبني دولة تحمي أمنة وأمنة لا هل كانت إدارتها سليمة أو ما شكل وفاسد وغاق كله طريقة لا هل قدرت هي الشعب يلي موجود فيها تخفف له عدائيته على دولة إسرائيل كمان لا النظرة الإسرائيلية الفلسطينية بيقولوا إنه شو ضحكتوا علينا توفيتين كل عسكر طبعا كون عنا ما فينا نعمل شي من دون ساعة البدكون توقفوا مصاري دونك إذا حد تسير دولة بقى تكون دولة ما فيها تكون ربع دولة يعني الأمن بقيد إسرائيل والمال بقيد إسرائيل ودولة ما في شي وهني كي كمان إذا بقى تمضي سلام ما ديكون سلام مش طفنس متل العادي سلام وقلوا مقومات السلام وبدك تقدر تبني دولة اللي ما عم يقدروا يبنوا دول اللي عم يفكر قابل لبنان عراسهم لأنه من 100 سنة لبنان ما عم يني دولة السودان ليبيا العراق سوريا كله يا في دولة ليك مصر مثلا بصير فيها حركة وصورة ومدري شو بتلعج جمع الماشي بترجع الدولة المصرية المؤسسة المصرية بتمشي شوف تركية شوف يعني حتى يعني سعودية رغم كل المخاطر بالأردن رغم كل المخاطر بالأردن دوروا بالدور ترجع على هالنقطة ما بيقدر يعمل دولة بده يتعود على الجلد لا حيضلوا ينجلد لا يصير شي يمشي نقدر يعمل دولة أو يعطوه يوزعوه عدول حوله سمعتك أو يوزعوه واضح صير مشاع أرضه صح والإسرائيلي مهددين لبنان طيب مقابل هذه مقابل هذه النظرة كان في نظرة يهودية قالوا أنه تمنوا يهود أمريكا أنه لا مشوا بالدولتين لأنه دولة فلسطينية تخفف مخاطر الديموغرافيا الفلسطينية على الأرض اليهودية نحمل الأرض اليهودية وخلي بكسافة غازة خليت دوبل به بالضفة الغربية يقال أنه هذا رأي يهود أمريكا ما قدروا حملوا هذا الرأي تجاهنا تانياهم إلى أي درجة المعادلة لأنه عم بيقول إذا أنت همك ديموغرافيا وعم بتقول سنة الـ 2050 شعب الفلسطيني المسلم بيصير النص بالـ 2035 بحي يصير النص شو شوش هاي دي أخطر بالدولة الوحدة اللي عم يترحى نتانياهو اللي عم تترحى إيران إيران ونتانياهو متفقين على الدولة تأمل متفقين على رفض الدولتين بس كل واحد بده دولة شكل لا لا إيراني بيقول لك أنه الدولة بيعيش فيها اليهودي والمسيحي والمسلم وكل بس مع الوزير جعل الطرح الإيراني فيه قطبة مغفية خطيرة الإيراني بيقول يصوت اليهود من أصل فلسطيني يهود الأصليين يعني يوم إذا في 8 مليون يهود بإسرائيل بيصوت 3 أو 4 أقل بيبتيجي أنت اليوم بهالقصة هايدي شو بتعمل بده فتوى هايدي لأنه هيدا موضوع شرعي إذا هيدا أرض مسلمة اختصفت شرعا ما فيهم يعترفوا فيها لحدا هاي أرض مسلمة بدهوا يسترجعوه لو بعد ألف سنة هيدا حل مع إيران بينحل يعني برأي في إجتهد خليني أقول لك شو أنا بده بده فتوى بده فتوى بيصير بيمشي حاله بطريقة من الطرق يعني لأنه بيبنوا على شيء أنوني على شيء سابق بيبنوا يعني بالسلام يعني أنه السلام اللي هو قيمة بالإسلام بيعتبره دين السلام وبذات الوقت بيقلك إذا عدوك كتير قوي بدك تعمل فتاح الخميريين من كم يوم اتفاق سمح بالتفاهمات المنطقية والعقلية الحل اللي أنا لقيته الأكتر شيء منطقي بالنسبة لهالدولتين حل الدولتين أنه اللي قدموا السفير الفرنسي كان بإسرائيل وبأمريكا برنار أرو وعملوا كتابه ريتو وعندي الكتاب من أهم الحلول اللي أنا مقتنع فيها بيقول أنه نحنا منعمل هالدولتين لنأمن أنه هاجز إسرائيل أمنة مندخلها بالناتو والفلسطينية مندخلهم أو منعمل اتفاق معهم بالأوروبا المتحدة يعني بتصير مرتبطة فلسطين اقتصادة وصناعتها وأوانينها بتعمل اتفاق شراكي معهم أوروبا وهديكي بيعطوها الناتو أنا لقيتو حل جدير جدا 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 أنه يفكروا فيه والبرنار أرو من أهم سفر فرنسا من أهم سفر فرنسا وكتب كتابه وعندي لأنه هاي في تجربة اللي عم تتجدل بالتفاهمات اللي عم يعملها الاتحاد الأوروبي مش الموضوع النازحين الاتحاد الأوروبي الاتحاد اللي عمل بـ 27 قبل ماضي مع مصر وعننا نموذج منه نعطيونا المليار على أساسه بس شرط أنه تخلي النازح السوري عندك ما يجي موضوع بس هلأ عم تحكيني عن فلسطيني وحبيت قللك أنت هاي بيكوره ما حدا نسمعه بلبنام لا بيعرفه وانا عم قللك صحيح لأنه بلع أنه عم حضر الحلقة يبنى عليك كنت عم تحكيني أنت عن حل كامل أيوه أو حل شامل هاي مقومات الصغل الصغل الفلسي ثلاث اشياء بدك توقفها لالحرب هاي دي أوكي بدك اتفاق النووي وبدك تدابير للمنطقة هاي بتسود بها إحدى هالتدابير القضية الفلسينية وبعض الاتفاقات الأخرى هالأرشتكتور العامة هيدا هو يلي يعني عن تعمل انت شرق أوسط جديدة غير اللي عبيكي عنه أنا من زمان نتنياهو أو غير اللي عبيكي عنه مهتم في مهتم هالموضوع أنا وتكاتب وطالم طالب بمؤتمر وستفاليا شرق أوسطي واللي سبقني عليه أحد أمر السعودية وعملوا مؤتمر عندهم وعملوا كتاب كمان عندي بجد هنهو الألمان 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 مع اللي وقف حروب الدين بأوروبا في وستفاليا حرب 30 سنة 100 سنة شي رائع يعني شو حلو ف وأنا بعتقد شخصيا إنه الحل ليكون حل مرتاح ما فيه يكون فيه حل هن فيه سلام هن فيه تعتير وفيه ظلم الشعب الفلسطيني وهن فيه سوريا رايحة يعني بد يكون فيه شي ولكن بدك توقف الحرب ما فينا وخلينا نعمل كلهو وهالتصور هيدا وليش أهمية أوروبا فأنه ترمب عم بيقول لون كحبيب قلبي أنا من نسبة للي الشر الأوسط هيدا اللي خاصة إسرائيل وفلسطين وصوريا ولبنان هيدا بعيد عني أنا 7000 كيلومتر وأنتو بعيد عنكم 300 و500 و1000 كيلومتر خدوه أنتو عاتقكم شوري جدين وراي أنا يا خي عندي صين الشر الأوسط شوفوا شو بتعنوا أنتو أوروبا مع ترمب بدها تلعب بتقي الدور شوي أكبر بما يخص إسرائيل غير موضوع فأنا أظن إنه نحنا كلبنانيين وكدولة لبنانية عندها مصلحة كتير إنها تاخدها التصور اللي هلأ شرحت لك هي وإنها تجرب التابع وبديل مضيع مع هوكستين وإذا منبعت شو بيزا هوكستين ريجا أو مش ريجا مع أنه فيه يعني زلمي مفروض يكون نلتعها بيشور من واحد تشريم تاني بأدنك بالإمارات وعمل عقد نا يعني دا كتير خير وعملنا اتفاق الترسيم اتفاق الترسيم يلي كمان ناتنياهو ما شيله ما لغاه إنه مش هو عمله عمله لابيد عمله وفيك حلول مطروحة كمان هني أهضم اتنين كان بدون يبي عهدهم يقير لابيد والرئيس عان استعجدوا حتى سلقوا بعض المراحل رئيس بري قبل رئيس عان هو هو اللي بلش شو بيكنسين بس كان رئيس بري كان معتبره هدا محطة بين الحرب والسلام النفط بده سلام لك ويننا اليوم نحن كان معتبره ما تخليل السلام ما تخليل السلام داشت الحكى إنه هذا السلاح سيصدق ما يلو هزا السلاح سيصدق بالمخازن لك وينو سيحق ايه وما دقوا بالبترول ولا ولا شي لا بكاريش لا بخطور لا لأنه عم بيفرجوا إنه بيحترموا قمضاهم إذا مضوا نيح ما في شك وكانوا ضمان 16-17 هرسيني ما بعرض شو اللي صار هني ايه مشان هيك كان الإسرائيلي تاني طرف وعم بيقول كان الإسرائيلي مطمئن لأ 2006 بعلمي اتفقنا نحنا وياك وقفنا العرب شو بتجي بعدين انت بتبادر بي حرب تاني ممكن قصة كانت كتير كبيرة بعد عملية التبادل اللي صارت بالألفين ودفع وندفع حقه كتير غالي هو توفى وكتير شهده راحوا معه وإيادات راحت معه وشعبه شايف نكبة نكبة نزوح مرعبة هلأ بهالصورة هايدي بالزيت إذا أنا طلبت من رجديب بعد هزي الصيغة اللي طرحتها أنت والمفاجأ اليوم بالطرحة اللي قدامته عندك تصور لليوم التالي وين بلبنان وبيغزة غزة ما شغلتي ما بدي يا غزة ما بربوط ما شغلتي وأنا بتطفل عليهم سألوني رأيي بعطيهم نحن عم نحكي بظرف بظرف اختلطت الأمور الداخلية مع الأمور الإخلانية كلبناني أقول هناك مصلحة هائلة لبنان بلبنان بسلام في فلسطين هائلة أوكي ما هيني عم بقولوا لا لبنان لونك أنا من هالناحية بقرأ وبفكر وفي قضية عدالة يا زنان صح في قضية بس أنا بدي وقفة في مليارين مسلم وفي مليارين بعتبرين القضية الفلسطين وقفت علينا يعني بمحبة مش بس بعطي صحيح صحيح اندفاع بعطي بالنسبة لأنه أولا قضية لتعدالة وطانيا بلادي إلا مصلحة بها السلام يا معلوزين أنت بتتصور لو زبطت بارح مع بايدن ويعمل وقفت نار بغزة وباللبنان بعد الحرب نحن سنهادنا غزة سبقتنا بالسلام ونحن بعدنا عمليك الضارب شوف لسبب ما بدي عطر لك السيناريو اللي عم تحكي بليوم التالي لسبب إما وهو هذا اليوم التالي خوفي أنا هو التالي لأقلك لحتى عطيك تصوري لليوم التالي ناتنياهو مثل ما أنا عم بقرأ بأفكاره ومش كتبه ولا يلون لا يسق لا بالسلطة الفلسطينية ولا بالدولة اللبنانية وعنده مثل ما ترامب ما قال أمريكا أولا عنده أمن إسرائيل أولا يعني يريد أن يبقى موضوع حماية أمن إسرائيل بيغزة وبربنان مثل ما هو بالضفة بإيده بإيده هذا ناتنياهو ما عنده سأة بالتزامات لا السلطة الفلسطينية ولا الدولة اللبنانية يعني التزمت بالألفين وستة لا إسرائيل كمان ما نفزت بس الدولة ما نفزت أكتر وأكتر لأنه قضية الطيران وغيره ما كانت كتير واضحة بالألفين وستة إذا كانت بتشملها التدبير لا لا كانت ولكن الوجود غير المسلحة من عدم الالتزام بالجنوب فيه يعني أكتر وبعدين فيه نقطة مين إنه مدوا وقفت لأنار مين ما بدوا فإذن يا جورج إذا أنت هون فيه تعرف أنت شيمي طبع الإكواشيون طبع الأفوازيه كتير حلو بريسيون بي في إيقال كونستان بريسيون بوليوم إيقال سيبت يعني بتزيد البريسيون بيصغل بوليوم صح تقفل بريسيون بيكبر بوليوم فيه كل ما كبرت الدولة اللبنانية وصارت جدية كل ما زغير دول إسرائيل على الحدود صح بدكن ترجعوا للناسين بدكن تأمنوا وترجعوا على الأراضي في الحرب إن شاء الله يعني تقدروا ولكن إذا ما قدرتوا ما في إلا الدولة اللي فيها ترجع بتروح يا استاذ نبيه بدك تاخذ يا دولة الرئيس مين بدوا يعطيك مصاري وانتي منك لقيت قرار الحرب والسلم إذا ما بنا نكون جديين هاي النتيجة دونك عندي تصور بس بقدة هيدا عنوانه بي في إقال كونستان يعني قدر ما بتكبر الدولة وتترسخ وعند رئيس جمهورية وعند جيش وبتحترم اتفاقاتها أنا أنا اتفقلت كتير كنت باتفاق الترسيم بيني وبينك يعني لأول مرة حسيت إنه بلشت لبنان لبنان تصبح اتفاق سلام حتى تصير دولة شدية يعني بتفكر اقتصاديا مش غاب لي تزجل وتطبيل وتمسير وكرمات وسرامة وما بعرف شو إنه كل بتستحي تسمع وتقرأ على السوشيال ميديا وحتى بالعالم السياسي صارت حقيقة بيها القصة هيدا هيدا يعني يلي تشوف هالتيتر هيدا إنه ما عنا وقت هلأ ننزل بالتفاصيل إنه شو لازم نعمل بس هيدا هو المنطلق الفكري أنا انطلاقة من هذه هل هو زي اي انطلاقة من هذه الوزي في براسك سيناريو يتجاهل السلاح غير الشرعي إلا إذا قررت إيران أن تستعيده طبعا في براسك يعني اليوم بدك توصل لمرحلة طبعا بعد ما بيّن إذا صدق إذا صدقت المعلومات إنه إنه سيد حسن من تموز كان قابل بالفصل بوقف طنر من تموز وبيقوم برحنا بـ 23 راح الرئيس مقاطي على مجلس الأمن آخر معه أهم ورقة ما اعتبر إنه وفق طيب يا أخي هلا كنت مطروح بأيار الماضي إنك توقف كنت عم بتقول أنت أنا بتحكم بالجابة بتوقف بغزة بوقف أنا بلبنان إلى هذه الدرجة هل هالقرار عند هؤل لبنانيين أم أن السلاح يجب أن تسترجعه طهران لم يكن واضحا بموضوع وقف اطلق النار بلبنان كان واضحا علنا بيربطه بغزة ولهلأ بعده ما مثل العادي لهلأ بعده هالموضوع مش واضح بشان يقول لك العم بيفوضوا عم بيفوضوا لشي ما معون وعم بيتكلوا أنه بلك من نزمطها بلك من نقول إبلانه ومش إبلان أو هلأ لا لا سعدني اللي عم بيتسعدني هلأ مش مثل 2006 هلأ إبلانه عم بيترجعوا ووقفوا لي وشو ما كان سعر ووقفونا بس وبعدين صرنا مطرح ما صرنا هيا ما بقفيني عن نحمل حروب كنا حكومة مقاومة من 2006 حكومة مقاومة حكومة خوّنة حكومة خوّنة دونك اليوم وبعدين ها مش بس اللبنانية مهضومين فكروا أنه هن بس بيقروا صحف وجرائد وبيحللوا سياسة أنه إسرائيل كلهم ما بيفهموا ولا بيقروا عربي بيعرفوا واسي يهودي وإنجليزي ما بيعرفوا شو بصير باللبنان طلعوا حصين أنفاسنا ما في شي جد شورج طلعوا حصين أنفاسنا لهذه اللحظة بكل هذه المفاوضة أنا أكيد أنا واسق من نشيب مع الأسف مع الأسف مع الأسف و17 سنة من الكذب والدليل أنه كنا ملتزمين بالـ 1701 وبمنطقة خالية من سيلة عشرية لك شوف يستيح وبقل لك أكتر من هيك تقل لي ولو بيجوا بيضيعوا هالأد وقتهم هوكستين وهذا كان هدفهم آخر هدف متعلق بالانتخابات الأمريكية مش للتحديق السلام وحكي على الأرجح بين وبين الإسرائيلية أنه ساعدونا في هالجمعتين وفيه ما فيه ومع الوزير أنا الأصدتوا هالي بساعة بقل لك انطرح الأمريكي والتبني على المصر مشين يسترجع ستة ستة أسرع عند حماس معهم جنسي الأمريكي اللي جئين بإسرائيل كان بديهم بايدن قبل الانتخابات طبعا بأي عصبة بأي مدينة أمريكية إديش أنت بندك تشوف إنه نحن بفكري حين مدار الكون لا الفلسطيني لا مش الفلسطيني لا حماس عرفت أهمية هالشي لا إلا يعني أنه أفضل الله هي بايدن الأرجح من ترامب كحماس ما في ولا أمريكا قدرت نفذ هالشي يا زلمي كيف أنا بدي أطلب منها تقدر تعمل لم يحن وقت أجدية إن شاء الله يحين هالوقت مع ترامب مع بايدن كانت المبادرة اللي تبنيها مجلس الأمن بعشرة عزيران اختراح أمريكي والرئيس بايدن قال هلأ اختراح أخدته مننا تانياو وتبنيه مجلس الأمن وما قدر بايدن ينفذه يعني هاي شو اسمه هل هو العجز الدبلوماسي يعني رجيديب اليوم وقت بفكر هايك بالأفاق الخارج فيك تقول الدبلوماسية الدولية انتهى أوانها ايه فشل الدبلوماسي دولي بهذا الحجم أولا إحنا مصدقين إنه هذي سعاد سلام وإني منه الدعاة سلام لا بعتقد هنالك خطأ بنقطة الانطلاق خلص يعني بديت على الخطأ من الأساس يعني ما نطلقوا من عند لفوزي بي في إيقال كونستان بمعني مش فهمينين شو الإكوازيون الكبيرة اللي بتوصل للسلام عم بيشتغلوها من الآخر إنه تعال نشوف هون نحكي هل قدي قدي ما هونيك وطلع من هون المشكلة اللي صارت بجوز قصة صار في شوية حقيقة بآخر الزيارة وأتقال لهم الاتفاق اتفاق المهم تنفيزه شو وسائل تنفيزه بدي يبلشوا من هون كينو وسائل تنفيزه إنه يكون في دولة بلبنان أو سلطة دي فلسطين تأمن أمن حدودها هي وأمن جيرانا بوين ألاليني إذا بدكون هالأمور وإلا هي إسرائيل بيقول لك أنا شو هلا واتعم بيحكي الغرب كله وإسرائيل لها حق الدفاع عن نفس شو يعني إذا أنت بتهددها بدت دافع عن حالها يعني من هون لازم نفهم التهجر ويتعرض له الجيش اليوم لألا يقوم هذا الجيش بما هو مطلوب من مهن لأنه ونظل ندعي نحن بحماية اللبنانيين ولكن بهذا الفشل الزريعة الفرق هالمرة الفرق هالمرة أنه أنا فعلا يعني هذا العبء والحزن من هالعائلات يلي نزحت بشوف هالولاد بحط مدارس بشوف هالنسوين بشوف هالجيل الختيرية بيقول لك يا عمي والله أنا أتلين همه أكتر من كتير من يلي مفروض يكونوا مسؤولين عنهم يا زلمي مع للوزيح نمو وفكر فيه بقول أنا أول سؤال لا إلي إنه بدي أنسى شو ممكن نعمل لهالعالم نقدر نرجعون عبيوتون مع الوزين تعرف أنت بجابع العامل من أي سنة عندهم علمائيين من جابع العامل من أي سنة من سنة الستمية ستمية وخمسين هيك شي علمائيين كانوا هني علموا الإيرانية بعطوا مشيخ من لبنان على إيران معقولي هايدي تقبع من جزورة وتقلها بس بدي أقراء لك هلأ إشهالة أحد الزملاء الصحفيين كنت عم بتطمن عنه اليوم بعطت لي رسالة بقلي يصعد صباحك يا غالي حملتني رحلة المتاعب والنزوح من حارة حريك إلى عرامون إلى طرابلس إلى اللاذقية إلى دمشق إلى بغداد إلى النجف إلى كربلاء فإلى الحلة هايدي رحلة عائلة لبنانية كيف مهمتناك نحزن هاي رحلة وجاين عم نخبرهم وعم بيقلهم السيد الخامنين اليوم النصر مؤكد ومظفر وكامله باللي كيف تفسرها أنت متعمق كما بالعقل الفارسي عندك تفسير إلى هذا الأمر أنه أنا من قبل ما موت بلحظة بعلن انتصاري على الموت ليك أنا بالنسبة لا إليها لأن إحنا انتصار على الموت النقيب كما سيئ سيئ المسيح بصر على الموت وهم يتهمون لشي عنه واخدينه من اللي كيف تعني لفتني بهالموضوع كلام وليد جملات اللي هو عم بيحكي بجريدة النهر وتكلم عن المشروع العتيق اللي كان قبل إسرائيل تكجير شيعة إلى العراق والله عم تحكين هذا الشاب ما بعرف من هو ولوين وصير عم بسألو عن عائلته فأجت عبالي لأنه طبعا مني عندي شكوك أو ما عندي معلومات ولا عندي أدلي إلى الكلام هيدا ولكن أسأل بأنه عندنا دقيقة بعد مين عنده في حدا عنده مصلحة أنه يهجر اليوم الشيعة وبكرة بجوز غيرهم من لبنان إلى مكان آخر لازم أسأل هالسؤال لنشوف شو ممكن يكون الجواب وأعتقد هذا ممكن يعطينا إنارة لأنه وليد جملات ما بيحكي هالكلام كبير منها أنه هلا مش هو هذا طلع على السوشيال ميديا كتير عنه كمان قبل ما حكي وليد جملات ولكن علي وليد جملات يعني حطوا شخص أنه ما بيكرره أنه مش مين ما كان وليد جملات وعن وعن يعطي مساج برأييه بس نحن برأيك نحن مش عم نحبط الناس اليوم ونخبر أنه إسرائيل من البحر إلى النهر وساعة منوزع خريطة فيها صايدة ضمن الأراضي الفلسطينية ساعة هذا مشروع أكبر من إسرائيل هذا اللي عم بقوله شوش أكبر من إسرائيل لأنه إسرائيل هم تعم مش هكو بيحكي أنه بدي يزبط كل البني المنطقة شرق أوصر أكبر منه هذا مشروع إذا أمريكا مش معهم في يعمل شي إسرائيل تزبط حدودها هالحرب اللي عم تصيرها تركيا شو عمليت بسوريا زبطت حدودها مين زعجة الأكراد ثلاثين كيلومتر فيدو إسرائيل شو عم تعمل حدودها مدقية عم يفوتوا عشر كيلومتر يجربوا يعني لا هلأ كل واحد منه هالدول الكبيرة السابتة فلتت سوريا وصارت نوعا ما مشاع تركيا بتقول لك هاي شو زعجني أنا رفضت أخدته وإسرائيل عم جارب تعمل شي بسوريا هلأ شو بيصير حدودها بين إسرائيل وسوريا بحث آخر في كلام عن مستقبل الوضع بالسوريا قاتم لا أعرف إذا بد يكون بأي طريقة وعلى كل حال وقت تقول عن الجمهوريات السورية غير المتحدة بتكون عم بتصيبها يوم بجيو لا أنا عم أقول أنا عم أقول بجيو بجيو سياسي يوم سوريا خمس دول خمس دول شوف سوريا ايه الفرنسيوية مع الوزير الجديد ترحت عناوين لحلقات جديدة يريد فينا نعمل مزلسل نشكرك على وقتك والشكر يانسح إلى كل من تابع هذه الحلقة وفي نهاية لكم مني أنا جورش شهين أطيب التمانية وإلى اللقاء في موصيات جديدة